تطورات لافتة يشهدها المشهد السوري تقدم كبير لقوات النظام بدعم جوي روسي في حلب ومحيطها يؤدي إلى موجة نزوح للمدنيين تجاه الحدود مع تركيا وفي هذا الوقت تغلق تركيا حدودها مع سوريا في ظل اتهامات روسية لأنقرة بالإعداد لتوغل في سوريا بالتزامن مع أعلان السعودية استعدادها لمشاركة في عملية برية في سوريا ضمن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لمناقشة هذه التطورات وتدعيتها أرحب بضيوفي من لندن دكتور فواز جورجوس سيلتحق بنا لاحقا ومن أسطنبول معنا الآن دكتور سمير سالحة وسائل العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول دكتور سالحة في البداية ما تفسير إغلاق تركيا لحدودها مع سوريا في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء التركي أن هناك سبعين ألف نازح سوري على الحدود وفي تجاه الحدود مع سوريا أو مع تركيا طبعا من الناحية الإنسانية أظن أن هذه الحدود ينبغي أن تفتح بشكل أو بآخر أمام الوافدين مهما كانت الظروف ومهما كانت القرارات بالجانب التركي أو أي اتفاقيات أو تعهدات تركية أمام الاتحاد الأوروبي نقطة ثانية أظن أنه ما يجي الآن هو جزء من استراتيجية أوروبية جديدة في التعامل مع ملف اللاجئين لأنه كما نعرف في الأوين الأخيرة كان هناك إسرار أوروبي على أنه تتشدد تركيا في المعابر الحدودية في مسألات اللاجئين لكن أظن أنه في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يكن هناك خيار جديد يتعامل مع تأمين احتياجات الوافدين فأظن أنه الحدود بشكل أو بآخر ستفتح وسستقبل عفوا دكتور سرحة في الحقيقة المفارقة أن رئيس الوزراء التركي قال في نفس الكلام بأن أبواب تركيا وحدودها ستظل مفتوحة أمام اللاجئين سوريين وهنا سبب هذا التساؤل حول خطوة إغلاق الحدود نعم أنا أعرف أن أنقرة قدمت الكثير من التعودات والاتزامات لشركائها الأوروبيين في الأسبوع الأخيرة في هذه المسألة تحديدا لكن أظن أنه كما قلت لك تطور الأزمة تطور المشهد تفاعلها في المناطق الحدودية ببعدها الإنساني لا يمكن إطلاقا قبولها لذلك أنا أقول لك أنه سيكون هناك تسهيلات مباشرة بشكل أو بآخر إذا لم يتم الاتفاق على صيغة بديلة في شمال سوريا بأسرع ما يكون طيب ميدانيا هذا النزوح هو بسبب تقدم القوات النظامية المدعومة بسلاح الجو الروسي في حلب والآن يبدو أن المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا باتت في يد النظام السوري وفي يد طرف آخر معادي للنظام التركي وهو الاتحاد الديمقراطي الكردي كيف تتعامل أنقرة مع هذا المتغير الجديد على الميدان السوري يعني علينا أن نقبل حقيقة أن هذا التطور الجديد الآن ببعده العسكري يتحمل مسؤوليته القيادة الروسية مباشرة لأنها قررت ليس فقط كما كانت تقول في الماضي الوقوفي لجانب النظام السوري بل هذه المرة هي تقاتل بشكل مباشر نيابة عنه وتستهدف القافلات الشاحنات الأبنية السكنية والمدنيين على الأرض ما الذي نرى أنه هناك مئات من الغارات الروسية في الأيام الأخيرة لكن لا نسمع شيء عن قتل أو ضحايا أو خسائر داعش في هذه الغارات أو الهجمات الروسية كل ما نسمعه أن هناك ألاف السوريين يدفعون الثمن وأظن أن نتيجة النزوح الجديد هذه هي نتيجة للتصعيد الروسي بهذا الشكل وكيف تتعامل تركيا نعم أظن أن هذا التصعيد الروسي هذا ما قصدته الآن أريد أن أقول لك أنه أظن أنه هذا التصعيد الروسي يحتاج إلى رد مباشر وأظن أنه أنقرة في إطار التحرك الجديد سواء كان مع شركائها وحلفائها الإقلمين والدوليين تستعد لهذا الرد بشكل أو بآخر التبرير الروسي كما تبعنا كان أنه هناك دعوة من النظام السوري إلى الروس للدخول إلى سوريا النظام الروسي شرعيته معروف الآن لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أي شرعية تقبل بها روسيا من نظام يتعامل مع مواطني بهذا الشكل هذه المسألة الآن ليست متحمل مسؤولتها فقط روسيا وحدها بل المجتمع الدولي ككل الذي عليه أن يرد أمام مأساة جديدة بهذا الشكل من هنا أقول لك أن الطرح التركي الآن هو جزء من استراتيجي سيد سالحا ما طبيعة هذا التدخل التركي ومع حلفاء تركيا تقصدون يعني مجموعات المعارضة المدعومة تركيا ومن باقي القوى الأخرى باتت معزولة الآن في حلب وحتى خطوط الإمداد باتت يعني في يد النظام فكيف سيتدخل الأتراك وحلفاؤهم إذن طبعا هذه العمليات كما نتابع دائما فيها كر وفر قد يكون الآن روسيا سهلت للنظام أن يقوى بهذا الشكل لكن أظن أنه أمام الثمن الذي تتحمل روسيا مسئليته الآن على الأرض هو عشرات الألاف من النزحين من مناطق حلب باتجاه الحدود التركية السورية روسيا لا تتحدث إطلاقا عن مأساة من هذا النوع إذا كان المجتمع الدولي أيضا لن يتحدث فهذه مسألة أخرى روسيا تحاول أن تتلاعب بالجميع كما نتابع فرضت حالة جديدة في سوريا دكتور صالحة معذرة أن تكاري مضطر لأعيد سؤالي سؤال الآن كيف ستتعامل تركيا وحلفاؤها يعني عسكريا أمام هذه المتغيرات الميدانية بغض النظر الآن عن التقييمات لكل طرف نعم أولا أظن أن المسألة مرتبطة مباشرة بموضوع تنظيم داعش بقدر ما كانت روسيا تقول أنه دخلت لمحاربة داعش أظن أن تركيا والشركاء الإقليميين وحتى الدوليين لن نعرف من سيشارك في عملية محتملة من هذا النوع سيضعون مسألة داعش أمام عيونهم أمام نصب عيونهم وتكون النقطة الأساسية الحرب على داعش الحرب على داعش ستعني دخول القوات إلى شمال سوريا دخول القوات إلى شمال سوريا تعني بشكل أو بآخر فرط حالة سياسية عسكرية ديموغرافية جديدة يعني الرد على المشروع الروسي بشكل أو بآخر أقصد هنا تعطيل مشروع توسيع الكيان العلوي وربطه بكيان البيداء الذي يجري العمل على تحضيره من هنا أنا أقول لك أن الرد التركي سيكون تدريجي بهذا الشكل لتعطيل هذه المسائل هل هناك تنسيق مع باقي القوى الإقليمية والدولية يعني آخر مطاياة الآن آخر خبر الآن جاءنا عاجل للبيت الأبيض لا يستبعد فكرة إسقاط مساعدات إنسانية من الجو في سوريا مستقبلا هذا كل ما يطرحه البيت الأبيض هذه الساعة هل هناك أي تنسيق بين تركيا والسعودية مثلا التي أبدت عن استعدادها لتدخل بريا في سوريا يعني مع الأسف أقول لك أن العقبة الأساسية في الأشهر الأخيرة كانت دائما الموقف الأمريكي تحديدا لأن أمريكا حاولت أن تنسق مباشرة مع روسيا في تعامل بعض القضايا في الملف السوري وظهر بشكل واضح في الأيام الأخيرة على ضوء نتائج جينيف وكيف أن روسيا خدعت إذا جزت تعبير واشنطن سواء كان في موضوع جينيف وتوقيت التصعيد في مناطق حلب على هامش اجتماعات جينيف من هنا أنا أقول لك أن الرد التركي عفواً الرد الأمريكي كان أن يكون بشكل غير الشكل الذي نسمعه في هذه الساعات لكن نحن لا نراهن كثيرا مع الأسف على قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية كان لها مواقف محددة في التعامل مع المسألة السورية والآن تذهب تقول أن مثلا الانتخابات الأمريكية هي التي تعرقل قرار التحرك العسكري أو غير ذلك أظن الرهان الآن على بداء الإقليمية دولية أخرى ربما لا نعرف قد يكون هناك تنصيق أوروبي بشكل أو بآخر ويكون هذا التنصيق مع تركيا مع المملكة العربية السعودية وقطار في إطار فتح الأبواب أمام هذا التحرك العسكري الذي يجل الحديث عنه سنعود الحديث عنه وفي غضون ذلك التحق بنا دكتور فواز جورجوس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن أهلا بك دكتور فواز سؤال الآن مما المتغيرات الجديدة الميدانية في سوريا وما يوصف في معركة حلب وقطع الإمدادات عن المعارضة السورية في تلك المنطقة أمام هذا المتغير ما تأثير هذا على الصراع في سوريا عموما بنظرك تأثير جوهري تأثير استراتيجي هناك تراكم لإنجازات ميدانية تكتيكية سوريا في الأشهر القمسة الأخيرة وهذا التراكم يمكن أن يودي إلى إنجاز استراتيجي حتى الآن نحن نتحدث عن تراكمات بجبهة الشمالية الجنوبية الآن في حلب وطبعا في الغوطة الشرقية والتدخل الروسي بالفعل خلط الأوراق غير من قواعد اللعبة وأعطى النظام السوري القدرة على التحول من الدفاع إلى الهجوم الأكزوبة الكبرى التي ترددها الدول الكبرى بما فيها الأمم المتحدة أنه ليس هناك من حسن عسكري لهذا الصراع هذا الكل يتحدث عن ذلك ولكن النظام السوري يتحدث ويعمل على قاعدة الحسن العسكري وبالفعل إذا تمعنا جيدا بتصرف القيادة الروسية والقيادة السورية وحلفائها يتصرفون على قاعدة يعني استراتيجية أنهم يستطيعون كسر شوكة المعارضة أنهم يستطيعون إجبار المعارضة بالقبول في معادلة تقول بأن النظام السوري والأسد سوف يبقى بالسلطة وأن هناك توسيع للحكومة وإنسى كل الأشياء عن هيئة حكم انتقالي المهم في هذا المجال أن المعارضة في وضع خطير للغاية أن تركيا أيديها مقيدة للغاية أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تستسمر استراتيجيا في هذا الصراع الاستثمار الروسي استثمار استراتيجي وبالفعل أنا لا أقول أن نظام السوري يعني هو في بداية نهاية الصراع ولكن ما نشهد هو مرحلة جديدة من هذا الصراع وأن الحقيقة يعني اليد الطولة حتى الآن هي للقيادة السورية وحلفايا وأن لا أحد يستطيع التدخل عسكريا جويا لأن روسيا التدخل الروسي غير من هذه المعادلة وأين كانت تركيا قبل إسقاط الطائرة الروسية يعني روسيا تضغط وبشكل رئيب جدا على الدول القيمية من خلال من خلال حقيقة تغيير قواعد اللعبة في الداخل السوري لكن ضيفنا من إسطنبول الدكتور سمير سالحة قال بأن هناك يعني جهود تركية إقليمية وحتى أوروبية للرد على هذه المتغيرات الميدانية وكان من لافذ أن الأعلان هذا يعني يأتي بعد إعلان السعودية استعدادها لتدخل بريا في سوريا وأعلان موسكو أيضا عن تحركات واستعداد الجيش التركي للتدخل بريا في سوريا يعني برأيكم هل من مؤشرات لتدخل بري من قوى التحالف الغربي سواء الولايات المتحدة أو بدونها تركيا والسعودية في سوريا أقل إذا تسألني أنا بكل ويمكن أن أكون مخطئ أن أكون مخطئ إذا تقول ما هي فرص التدخل الإقليمي في سوريا هي أقل من 20% لا المملكة العربية السعودية ولا تركيا سوف تتدخل يعني منفردة في سوريا تركيا قالتها اليوم وتقالتها منذ خمس سنوات والسعودية لا تملك القدرة على التدخل البر في سوريا هذا هو الواقع والقيادة الروسية تراهن على أن وجودها العسكري في سوريا سوف يمنع أي تدخل إقليمي النقطة الرئيسية الآن ليس إذا كانت تركيا والسعودية سوف تتدخل في سوريا هل القيادة الأمريكية والقيادات الأوروبية مستعدة لاستثمار استراتيجي في سوريا لا يبدو أن هذا هو الواقع لسبب بسيط أن الأولويات الأمريكية والغربية أصبحت أولويات تختلف عن الماضي هي الحقيقة أزمة اللاجئين قضية مواجهة داعش إسقاط الأسد لم يعد على طاولة البحس حتى جينيف تلاتي تصور ما كانت هي الأولويات وقف إطلاق النار إدخال المساعدات الإنسانية مواجهة داعش وقضية الحكم يعني مسألة الحكم هي مسألة من خلال إصلاحات دستورية وحكومة موسعة ولا يتحدثون عن هيئة انتقال سياسي بصلاحيات تنفيذية يعني أنا لا أفهم أين من أين سوف يأتي هذا التدخل الإقليمي حتى هذه اللحظة مع أنني أقول بأننا من الخطأ بمكان أن نقول بأن النظام السوري يعني هو يستطيع الحزم عسكريا هذه مرحلة جديدة اليد الطولة له في هذه اللحظة ولكننا لسنا في بداية نهاية الصراع في سوريا هذا صراع معقد ومركب وخطير ويمكن أن يستمر لعدة سنوات لنترك إلى أن المجال للدكتور سامير سالحة ربما للتعقيب بما أن دكتور سالحة أنتم ذكرتم بأن الأمريكان خذلوا تركيا ولم يعودوا يتحركون بالشكل المطلوب ومن الواضح أن حلف النيتو أيضا لم يقف إلى جانب تركيا في استراعها مع روسيا بشكل المأمول تركيا على الأقل وأنتم ذكرتم قبل قليل أن تركيا لديها خيارات أخرى إقليمية وحتى أوروبية هل توقع مغامرة تركيا في دخول في صراع عسكري مع روسيا الصراع العسكري برأيي هو ما تريده موسكو مباشرة يعني موسكو تبحث منذ أسابيع عن هذه المواجهة العسكرية مع تركيا وتركيا لا تعطيها حتى الآن مثل هذه الفرصة لكن إذا ما استمرت توتر بهذا التصعيد استمرت تحرش الروسي بهذا الشكل كما شاهدنا في الأسبوع الحالي أظن أنه لابد أن يكون هناك رد تركي بشكل أو بآخر على كل حال أظن الاستراتيجية التركية الآن تتجاوز مسألة روسيا والاحتكاك بها بشكل مباشر إلى مسألة ضرورة طرح استراتيجية سورية في شمال سوريا بأسرع ما يكون وهذا ما تطالب به الشركاء والحلفاء لأنه هناك قلق تركي من أنه المسألة في شمال سوريا الآن روسيا تحاول أن تفرض عليها حالة جديدة وهذه الحالة ستكون مكلفة ليس للسوريين وحدهم ليس الأتراك وحدهم بل لدول المنطقة وربما العالم ككل من هنا أنا عندما قلت لك أنه قراءة الأوروبية القراءة الأمريكية ينبغي أن تكون بشكل جديد أظن هذا ما قصدته فقط التركيز على أن روسيا هي في صعود استراتيجي برأيه ليست مسألة حاسمة ونهائية لأنه على الأرض لا بد أن يكون هناك رد على كل ما تفعله روسيا بهذا الشكل هذا ليس تحدي للأتراك تحدي للمجتمع الدولي للقانون الدولي تحدي للقوى الإقليمية والدولية بشكل أو بآخر القوى الإقليمية يعني هنا السعودية ربما الحليف المحتمل لتركيا في أي تدخل في سوريا ومن لافت دكتور جورجوس معنا من لندن بأن هناك أيضا من يشكك في دوافع السعودية لإبداء استعدادها التدخل في سوريا على الأرض لأن هذا التدخل يأتي بعد أن بات تنظيم داعش في الحقيقة يعني في انحصار وبات النظام في توسع فهناك من تتساءل عن دوافع السعودية هنا هل محاربة النظام السوري أم محاربة داعش ما تقييمكم هنا دكتور جورجوس علينا بكل صراحة علينا أن لا نحمل التصريح للقياذ السعودي أكثر مما يتحمل هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها القياذة السعودية عن رغبتها وإرادتها في التدخل العسكري ولكن أنا أعتقد أن هذا التصريح حمل أكثر مما يحتمد لأننا نعرف أن الولايات المتحدة هي التي تقول الحملة الدولية ضد داعش الولايات المتحدة هي تقرر إذا كان هناك حاجة لحملة برية أو لا والحديث السعودي هو جزء لا يتجزى يعني أننا مستعدون لأتدخل معكم إذا قررتم وتركيا تقول نفس الشيء ولكن أستاذ سمير يعني معه حق أن القضية هي علينا أن لا نبالغ في الصعود في قضية الصعود الروسي في هذه اللحظة لأننا لأعطيك مسأل صغير من ست أشهر كنا نتحدث على أن الجيش السوري هو الذي كان يهزم أن الأسد يعني بدأ يخسر الصراع الآن نتحدث أن الأسد هو الذي يهزم المعارضة هذه مرحلة جديدة تتطورات خطيرة بالطبع هناك تراكم إنجازي ميداني للجيش السوري ولكن أنا لا أعتقد أننا بدأنا نشهد بداية نهاية الأزمة السورية لأن هذا الصراع معقد وهناك حروب إقليمية بالوكالة ويمكن أن يتم التصعيد على أكثر من جبه لأن القوى الإقليمية تستطيع الحقيقة يعني التصعيد في مناطق أخرى في سوريا أيضا واضح إذن دكتور سمير معنا من إستنبول التساؤل رغم ذلك يبقى يعني عن دعم والإمكانيات المتاحة الآن أمام أنقرة كيف ستتحرك يعني كما قلنا سابقا المعارضة محاصرة وهناك نداءات من المعارضة الموالية لتركيا في حلب هي محاصرة فما يعني فعليا كيف سيكون التدخل السعوديون كما قال دكتور جوجس لن أخذوا تصريحاتهم ما أخذ الجد كما يقول فكيف ستدخل تركيا بأي طريقة سيكون الدعم للمعارضة وبالتفصيل وبالتحديد من فضلك وإيجاز طبعا يعني أظن أولا مسألة موضوع داعش الحرب على داعش موجودة دائما كاحتمال على الطاولة بالنسبة لجميع اللاعبين الإقليميين والدوليين لكن لا أظن إطلاقا أن مسألة النقطة الأساسية أو مكسر العصة إذا جاز التعبير ستكون داعش أظن الأتراك الآن على ضوء اجتماع لوندن الأخير كما تبعنا المتعلق بموضوع دعم وتمويل دول المانحة للاجئين السوريين كان هناك نقاش لموضوع تركي قديم كما تعرف موضوع المنطقة الآمنة وإنشاء دولة عفوا إنشاء مدينة في شمال سوريا هذه المدينة تستقبل الوافدين اللاجئين ما مدى واقعية هذا الطرح دكتور سمير ما مدى واقعية هذا الطرح وإن بإيجاز لدينا 30 تنين البديل الآخر الأظن أن هذه الآن تركز عليها أنقرة وتحاول أن تقنع الشركاء الأوروبيين بها لماذا؟ لأن البديل الآخر هو أنه عشرات لألاف الآن ستصطف أمام الحدود التركية السورية وسيكون هناك مطالبة بفتح الأبواب مجددا هذا البديل ترح ونقش برأيه في لندن وأظن أنه سيناقش يوم الاثنين المقبل عندما تصل المستشارة الألمانية إلى تركيا وأظن بينها الخيارات المهمة أن يكون هناك هذا السيناريو الأقرب في محاولة لحصر الانتشار الروسي بهذا الشكل شكرا جزيلا لك دكتور سمير سالح كنت معنا من إستنبول وشكر موصل أيضا إلى الدكتور فواز جورجوس كان معنا من لندن وشكر قبل كل شيء موصل إليكم مشاهدي الكرام على حسن وكرم المتابعة شكرا لكم وإلى اللقاء